كابتل خارج حضرتك يعني جئت قادما من نادي الصيد بعد موسم ناجح من نادي الصيد انضميت النادي الاهلي او تم طبعا تكليفك بمسؤولية فرقية 19 سنة ابتليت ازاي استعدت ازاي كلمني عن البداية وصولك بالبطولة والله الحمد لله السا نادي اتشرفت بوجودي في النادي الاهلي اتشرفت بوجودي مع كابتن الكبير كابتن حمد الصافي زميل الملعب وصديق ويعني اتشرفت ان انا لقيت ما قدامه اتشرفت الوقت ان انا بشتغل تحديه مع كابتن وقال عيدي اتنين من نجوم من مصر في كرة طايرة فيعني قطاع الكرة طايرة ان شاء الله سندي نأمل ان قطاع الكرة طايرة يحقق كل بطولات الحمد لله البداية مش بات 19 الحمد لله 19 و17 و15 ابطال منطقة القاهرة ان شاء الله تكون بشرة خير لبطولة الجمهورية اللي هو ده الهدف الرئيسي بتاعنا بإذن رب العالم توقعت ده اول ما مسكتها كابتن بأمانة يعني خليه اتكلم بكل صراحة على فكرة مفاش يعني زعل لما تقول لا ما توقعتش يعني اقول براحتك هل توقعت ان انت لما تمسك الفرق اول ما تمسكها تفوز من طولة القاهرة خاصة ان السنة فاتت لها لغة في سرا ان كان فيها هزة في القطاع الاهلي عنده احسن لعيبة في مصر كويس يعني ده وحلم اي مدرب ان هو يشتغل ويمسك لعيب تلاحي للاهلي فعلا فيه فيه خمات واحسن قطاع يعني موجود في مصر يعني الايمان باللعيبة والايمان بالفريق ده اول طريق المكسب طبعا طبعا والاودارة والاودارة طبعا يعني اشبه على حضرتك اي مدرب حلمه يشتغل في جوي زي دوت وفعلا اي لاحكا انا بنافس النادي الاهلي بقى لي كم سنة مع نتصيد وحلمي فعلا ان انا اشتغل في النادي الاهلي ان انا بشوف الخامات اللي موجودة في النادي الاهلي والخامات يتعامل منها افضل من كده بكتير بكتير طيب بدأت امت قادتك كابتن يعني بدأت في شهر 7 8 بدأنا في شهر 7 كان ما عندك لعبة في المنتخب موجودة كان كم لها بتقريبا احنا عندنا حمزة الصافي وشريف يوسف هم دول كانوا مع المنتخب الناشئين ومنتخب الشباب بخلصوا بطلقة العالم بس برضو نضموا لفريق الاول فاحنا بدأنا استعداد مع باية الفريق يعني اخلا بالفرق نتكلم في 90% الفريق كان معاية كم موجودة افضل تمام ودي حاجة كويسة وبدأت الاعداد بدأت ازاي بدأت تكلمنا على هل بدأت فني الاول ولا بدني الاول وعدت بدني ايه وكتب مرهن على كم فترة في اليوم يعني عايز يعني ابرز حجم الجهد اللي اتعمل عشان نوصل ان احنا النهاردة مناخد البطولة دي والله احنا بدأنا من شهر 7 وشهر 8 شغل مكسف تقريبا حاولت اوصل لمعدة تدريبية 20 ساعة في الاسبوع 20 ساعة على 7 اول 21 احنا تكلم في 3 ساعات في اليوم حاولنا ان نوصل للمعدة ده وصلنا له شهر 7 وشهر 8 على بداية البطولة في شهر 9 قال لنا الحمل شوية وقال لنا فالحمد الله اللعيبة شهر 7 و8 كله معل الحمل بالشكل ده بالضبط اللعيبة استحملت معك اللعيبة كانوا رجالة بسم الله ما شاء الله والهدف خنوضح قدامنا هدفنا بطولة الجمهورية لغيبة عن مرحلة 19 سنة النادي الاهل الاسبقى لها سنتين السنة دي احنا بكل شغلنا ان بطولة الجمهورية مطلعش من النادي الاهل بإذن الله ان شاء الله وهيحصل يعني الروح اللي انا شايفها دي الروح يعني مختلفة وان شاء الله السنة دي احسن